السلام عليكم هذا المدعو أنا عبدالجواد يعني جاء بأثار ضعيفة لم تثبت لا عن ابن عباس ولم تثبت عن الإمام مالك ولا الشافعي سبحان الله يشترطون الحديث الصحيح المتواتر والآية المحكمة في العقيدة ثم عند الاستدلال تجدهم يأتون بالنطيحة والمتردية ومأكل السبع بالضعيف والهش والمكذوب والموضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على صحابته رضي الله عنهم أو على التابعين وتابع التابعين والآئمة الأربعة فيأتون بكل ما لم يثبت عنهم ولهم ويسدلون به في العقيدة عجبا والله أعجب من أمركم يا أشاعر فوقد أول ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق وقال يكشف عن شدة هذه الشبهة رد عليها علماءنا وسوف أنقلها بتمامها وكمالها وأول قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسعون هذه في سورة الذريات قال بقوة الأيد هي القوة الأيد أنت لا تفرق بين الأيد واليد الأيد هي القوة فهو لم يتأول هنا إنما فسرها التأويل الذي تقولون عنه أنتم هو صرف لفظ عن ظاهره بدون قريرة بدون قريرة وكما هو عند الأصوليين معروف أنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقريرة لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقريرة وأنتم تصرفون يعني الألفاظ عن ظاهرها بدون قريرة وتصرفونها للمجاز والمجاز استثناء المجاز استثناء وليس الأصل الأصل في لغة العرب هو الحقيق وليس المجاز هذه واحدة وصفات الله حقيقية وليست مجازية سبحان الله نحن نتكلم عن صفة الله لا نتكلم عن المجاز والله لو قلت لي يعني نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئتم كما قال في سورة البقرة وقلت يعني حرثه يعني وطء النساء نساءكم يعني والله لو قلت لك هذا هذا تأويل أو تفسير لكن أن تأتي يعني يعني تسدد بأي مثل هذه وتقول انظر كيف تأولها السلف هذا لن نزعك فيه لكن السلف أثبت صفة الله على الحقيقة وليس على المجاز لأن وجود الله حقيقي وليس مجازي كذلك يضل الله حقيقي وليس مجازية حياة الله حقيقية وليست مجازية وكذلك سمع الله وبصر الله حقيقيان وليس مجاز ووجه الله حقيقي وليس مجاز فسبحان الله تصرفون الألفاظ عن ظهريها بدون بدون قارنة ثم تقولون تأولون هذا هو التأويل الذي قال عنه السلف لا تأولوها لا تفسروها لا تأولوها بتأويل باطل تأويل جهمية وإلا السلف أولوا صفات الله يعني 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 السلف يعني أردعنا ما أرضهم يعني أولوا وفسروا صفات الله على المعنى الذي يليق يعني بالله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت تقول لك لا تأولوها ولا تفسروا تعرف معنى إيش ولا؟ لا تفسروا ولا تأولوا التأويل الباطل التأويل الجهمية وإلا لكان كلام السلف وتناقضهم تضرب كيف يقولون يعني لا تؤولوا ولا تفسروا وهم يؤولون ويفسروا بل حتى ابن عباس رضيح المرضاه دعاله الرسول عليه الصلاة والسلام بالتأويل قال اللهم فقوه في دين وعلمه التأويل بل ابن عباس قال يعني أربع كلمات لم أكن أعرفها يعني في القرآن ولا أعرف في معنىها وبعدها عارفها يعني هي منهم حنان يعني يعني حنان وغسلين على ما أظن وأربع كلمات قال ثم بعدها عليها معنى مجاهد قال عرضت القرآن ثلاثة مرات على ابن عباس آية آية أسأله عن سبب نزوله ومعنى فهذا يعني سلفون الصالح يعرفون تأويل الصفات ويعرفون تفسير الصفات والقول أن أن يمام أحمد قال يعني يعني أول مجيء يعني بأمره هذا لم يثبت عنه لأنه يثبت مجيء الله تعالى المجيء الحقيقي وليس يعني ولم يتأوله والأم مالك رحمه الله لم يقل يأتي أمره والله مكذوب عليه وسوف ونزل الفيديو خصيصا لهذا أي مالك رحمه الله لم يقل يأتي أمره ولم يقل يعني أي شيء بل أثبت النزول الحقيقي فلا أدري يعني كيف تأتون بالضعيف والمكذوب الأثار المكذوب يعني على العلماء ثم تستجنون بها في العقيدة وترفضون يعني سبحان الله يعني وترفضون يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي هو من خبر الأحاد عجبا والله أعجب له والله أعجب من أمركم وليقولكم لا تقبلون حديث النبي الصحيح الأحاد وتستدلون يعني في العقيدة وتستدلون بكلام مكذوب عن العلماء وليس حتى عن الرسول فرجاء يعني ورجاء منكم يعني ميؤوس منه أن تحترموا يعني إن لم تحترموا عقود ناس تحترموا على القلع عقولكم أمركم عجيب وحالكم مريب اشتركوا في القناة